الريال الايراني يتراجع الى مستويات قياسية حيث تجاوز عشرة الاف ريال لكل مئة دولار امريكي وذلك قبل ايام من موعد فرض الادارة الامريكية حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية على ايران سعر صرف الريال الايراني قد شهدت دهورا كبيرا امام الدولار الامريكي منذ اعلان ترامب انسحاب بلاده الاحادي من الاتفاق النووي وفرضه عقوبات اقتصادية وسياسية على نظام طهران حيث بلغ سعر الصرف نحو مئة واثني عشر الف ريال لكل مئة دولار في السوق الموازية او ما تعرف بالسوق السوداء بينما بلغ سعر الصرف الرسمي اربعة واربعين الف ريال لكل مئة دولار ومنذ شهر نيسان الماضي فقدت العملة الايرانية نحو نصف قيبتها الحقيقية بسبب العقوبات بينما شهدت اسواق البورصة في ايران انهيارات متتالية في الساعات القليلة الماضية في ظل غياب الحلول السياسية لدى صناع القرار في ايران نفط ايران لن يصدر الى السوق العالمية بقرار امريكي في شهر تشرين الثاني المقبل والدول التي ستستمر في التعامل مع ايران ستلقى نفس مصير الاخيرة بحسب ترامب وتريد الادارة الامريكية من وراء هذه العقوبات ان تجبر النظام على سحب ميليشياته من دول المنطقة لسيما العراق واليمن وسوريا ومنع ايران من امتلاك سلاح نوويه عن طريق ابرام اتفاق جديد يرضي واشنطن بشكل اساسي ردود الفعل الايرانية على العقوبات الامريكية المكثفة جاءت على صورة تهديدات باغلاق مضيق هرمز امام صادرات نفط الخليج والمنطقة يطلقها قادة في الحرس الثوري الايراني وهي تهديدات تؤيد موقف الرئيس حسن روحاني الذي حذر واشنطن بالقول ان السلام مع بلاده هو السلام الحقيقي اما الحرب فهي ام كل الحروب